اشتركوا في القناة بين هذه الفئات هناك من قبلهم الموقع ولديهم ضمان يعني مسوريين من قبل لكن بعد إعادة درسة ملفاتهم رقعوا عندهم ضمان ولو اليوم واحد يعني ولو اليوم واحد رح تسقط منك منحة البطالة فما بالك لشهر أو لعام أو لأكثر أيضا الذي يتجاوز سنه ربعين أو واحده ربعين سنة ستسقط منه منحة البطالة وذلك لسقوط أحد شروطها وهو السن ونذكر بأن السن ما زال من ساعتاش إلى ربعين حاليا وليس كما يروج له البعض ولو يوجد حتى تمديد في السن لحد الآن أيضا فئة أخرى دمجت في قطاع معامل مؤخرا بعد استفادتها من منحة البطالة سواء في القطاع الخاص بري في أو العمومة على الدولة يعني كان فئات بدأت في العمل في هذه المؤسسات أقول الخاصة أو مؤسسات دولة وهذه المؤسسات أكيد فيها ضمان اجتماعي وكارتشفاء وبالتالي ستسقط منهم منحة البطالة وكل الشخص ستعرف السبب لخلي المنحة تسحب منه أو تسقط منه بالمقابل هناك فئة جديدة ستسجل في المنحة على غرار من وصل سنه 19 سنة خرجي جامعات وتكوين الجدد بعد ميكوبي ولسيرانس اليتام والأرامي الرغم أن الموقع لم يدرجهم بعد لكن هم مقبولون في منحة البطالة أيضا لمن أدى واجب الخدمة الوطنية سواء وضعيته إعفاء أو نهاية الخدمة سيستفيد من المنحة بعد تسجيل والمقابلة طبعا وللتسجيل في منحة البطالة بالهاتف فقط سأترك لكم رابط الفيديو يعني خطوة بالخطوة وبالهاتف فقط ومعلومات أخرى عن منحة البطالة بسنطق الوصف أسفل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصل لكم كل جديد